في المدة الأخيرة صرت محن كبيرة وهذا المحن استدعت هبة تضامنية اعترف بها عذراً العدو قبل الصديق وكان الجميع يتفق على أن الجزيريين ممكن يختلفوا في كل شيء ولكنهم يتوحدون تقريباً في شيء واحد وهو التضامن خصوصاً في المحن التي تظهر الخصلة عند الجزيريين في توحدهم جميعاً الحرائق نقص الأكسجين في المستشفيات مشاكل كثيرة العمل الخيري والتطوعي في الجزائر ليس جديداً يعني في الفترة الأخيرة كانت هناك الكثير من الحساسيات والجمعيات والفئات التي تطوعت بعضها منظم يعني معترف بهم من طرف الجهات الوصية وبعضها في إطار ما يعني فرضته الضرورة والحاجة فكان حتى في بعض الأحياء الشعبية في كثير من الولايات يجتمعون لجمع ما يستطيعون من تبرعات ثم يرسلونها إلى الولايات المتدررة